لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات يا ميسون يا حلوة ما بتخيلة اديش الناس عم باستنوا دائما باستنوا فقرتك ولكن هالمرة عم تعملي لهم ساسبنز انت عم تحكي عن الميزان اللي عم باستنى الميزان اكتر حدا عم باستنى يلا نحكي عن برج الميزان للتوينتي توينتي تفضلي الميزان سنة مختلفة كثير عن باقي السنين وفيها تطورات كثير كبيرة رح تكون بإذن الله إيجابية سنة تخص في بيت العائلة صارت وممكن تكون مع بيت العائلة ممكن يكون في مشاريع مع أحد أفراد العائلة ممكن يكون في سفر ممكن يكون في ارتباط ممكن مع درجة قرابة بقصد المهم انه ما نخلي هاي الإيجابية تتحول لسلبية فكل ميزان بده ينتبه لعلاقته مع أخوانه وأخواته والأم والأبوة بالأخص الأم ما بدنا أي مشاكل تحصل حاولوا أنه تتجاوزوا لأنه المريخ في بيت العائلة عم يعطيكم إيجابيات ومع الأخطاء بتقلب لسلبيات فانتبهوا لهذه المسألة بسنة 2020 على الاستقرار العائلي أيضا موجود وكثير من برج الميزان بيفكروا بشراء عقار بشراء بيت أو أنه في ورثة جاية مع أحد أفراد العائلة رح يدخلوا فيها بمشروع يحولوها لمشروع بدل ما يعني يستثمروها بدل ما ياخذوها كسكن أو كبيع سنة تحمل مهن جديدة لبرج الميزان مختلفة عن تخصصكم ممكن أيضا تعمل على تأسيس عائلة بهذه السنة كزواج وارتباط أو أنه يصير ارتباط من خلال عمل مشترك مع أحد الأقارب منتصف السنة أفكار جديدة تعمل عليها وتضع حجر أساس للي ما بدأوا بمشروع رح يكون منتصف السنة أيضا فرصة جديدة لبدأ مشروع جديد أفكارك اللي رح تطرحها ببداية السنة مش بالضرورة تنفذ هي حجر أساس توضع وممكن تتنفذ بالربع الأخير أو بمنتصف السنة هاي الفترة أيضا بح تزداد العلاقات الاجتماعية ويزداد السفر لكثير من برج الميزان ممكن تذهب لدراسة أو لتعلم أو مش بالضرورة تتعلم مهنة أو تتعلم أو تكمل دراستك ممكن تروح تتعلم لغة أو تتعلم تنمي هواية عندك فتروح لحتى تتعلم مخابئها وإيش موجود في هذه الهواية ممكن أيضا الربع الأخير من السنة تحصل على كل ما هو غير متوقع وهي فترة حصاد لكل تعبك من بداية السنة ونلاحظ كثير من الأبراج مبارح حكينا للعذراء أيضا أي شي رح تعملوا ببداية السنة حصادوا بالثلاث أشهر الأخيرة فما تستعجلوا ما تحرقوا المراحل بأثناء السنة ممكن أيضا مسؤوليات إضافية رح توكلها لإلك العائلة أو أحد الأخوة أو الأب أو الأم وهذه بتكون أيضا نفس أحداث بداية السنة رح تكون بنهاية السنة بالنسبة للارتباط حكينا أنه الفرصة كثير مناسبة لكثير من برج الميزان أنهم يرتبطوا ويكونوا عائلة وهي تعتبر من أحد أحجار الأساسة اللي رح توضع من بداية السنة طيب إحنا ميسونة يعني ولا ضايل معنا وقت خلينا ناخد اتصالات ولا إيش؟ طيب ناخد اتصالات يعني إذا حابين طيب إذا حابين إنكم تحكونا شوفي إيش تاني يمكن تحكي ميسونة بدنا نحكي لبرج الحمل ثور جوزاء أمبارح حكينا السرطان لأنه بما شوفي الأبراج التعباني السنة جاي يعني مش تعباني هو إحنا حكينا في انفراج للكل ولكن بحالة الغلط تقلب إلى سلبية وتأخذها معك لسنين قادمة عنا السرطان اللي بدأوا من الصفر خليني أحكي لكم أنه في أمور كثيرة رح تحصل معاكم بداية مشاريع بداية أبواب عم تنفتح للكم الحضوظ معكم والدعم معكم بسنة 2020 فانتبهوا لخطواتكم لأنه أي تراجع رح يحسب عليكم والبرج الثاني اللي بدي أوصيه هو برج القوس رح ينقسم لقسمين إحنا رح نحكي عنه كمان يومين ولكن هلأ بدي أحكي لكم أنه الناس اللي اللي إمكانياتها المادية عالية تنتبه لمصريها لأنه نادية كيف رأني يعني لما بيكون معك ميد ليرا بتقول لي خليني أحطها العشر ليرات هون ما بتأثر ولكن بالنسبة لبرج القوس رح يكون تأثيره كثير كبير إنك تحطها بدون دراسة فرح تخسر كثير من الأموال أما اللي رح يحطوا حجر أساس وبداية من الصفر من برج القوس رح تصير عندهم أمور كثير حلوة ماديا نعم نحكي على المستوى المالي رح تتضاعف عندكم الأموال مشاريع هي سنة مالية للقوس والعقرب بشكل مطلق انتبهوا لمشاريعكم ما تختاروا شيء خطأ لحتى ما تتراجع أموركم بشكل سلبي برج العقرب بهاي الفترة رح تحصل على ترقية مادية أو معنوية أو تحصل على منصب جديد والدخول بمشاريع جديد من نوعها بطاقة كثير عالية ولكن ما تحرق المراحل انتبه لخطواتك وعمل دراسة كثير كبيرة قبل ما تدخل أو توقع على أي مشروع العاشر أيام الأخيرة رح تشعر بالتعب ولكن الراحة والأمان تشعر فيهم عند العائلة تعتبر هذه العاشر أيام الأخيرة هي فترة عاطفية مطلقة ولذلك انتبه لقراراتك خاصة المصيرية بما يخص العمل والمهنة والمال بهاي الفترة الوضع العاطفي هي الفترة الثانية العاشر أيام الأخيرة اللي قلنا عنها إنها عاطفية رح تعيش السعادة مع العائلة وتشعر بالأمان وغير المرتبطين الفرصة مناسبة جدا للالتقاء بالشريك المناسب نعم طيب نحكي عن برج العذراء شوي هيك المستمعين عم تطالبون من يلا منتصف الشهر كنت بمشكلة مع أحد الأشخاص لكن حذرناك أنه ما تتوتر ما تعصب كنت دبلوماسي بالتعامل مع الآخرين لأن العاشر أيام الأخيرة هي الأفضل وفيها سفر للعمل أو لتغيير الجو فترة مليئة بالعاطفة والسعادة وتعتبر أيضا فترة عائلية مثلها مثل فترة عاطفية أسفة مثلها مثل العقرب فبدك تنتبه لقراراتك المصيرية حاول أنه تكون بدراسة كثير عالية وأيضا الفرصة ما زالت مناسبة وكذلك بالألفين وعشرين أنك تلتقي بالشريك المناسب وأنه يصير ارتباط لغير المرتبطين كذلك بالنسبة للمرتبطين رح يعيشوا السعادة مع العائلة والكبار بالعمر رح يكون عندهم أخبار كثير حلوة من أحد الأبناء لارتباط أو خلفة أو زواج أو سفر أو يرجع بشهادة كثير عالية يعني في أخبار حلوة لبرج العذراء هذا الشهر والسنة الجاية بإذن الله يعني إحنا أكيد بدنا أن نشكرك ميسون إن شاء الله غدا أن يتجدد لقاءنا شكرا لكل أشخاص اللي سمعونا واللي شافونا على شاشة عمان تي في إن شاء الله غدا أن يتجدد اللقاء صح الصحة الصح صح زر عام صح سيح مارو تانا عام